موسيقى ضبط شحنة طائرات مسيرة تابعة لميليشة الحوثي في ميناء عدن والانتقال يقر بوجود تهريبه في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب أمهات المختطفين تطالب بالإفراج عن الصحفيين منظمة دولية تندد بسقوط ضحايا أطفال بقص حوثي في تعز وتدعو لإنشاء آلية مساهلة سلطات الأمن في شبوة تولن ضبط خلية إرهابية حوثية كانت تعد لعمليات إجرامية أهلا بكم نشرة الخامسة من قناة بلقيس يقدمها سالم بحمران وردال الشبان كشفت مصادر أعلامية عن ضبط شحنة طائرات مسيرة تابعة لميليشة الحوثي في ميناء عدن الخاضع لسيطرة القوات الموالي للإمارات والتي تتهم بتسهيل دخول الأسلحة للحوثيين قالت المصادر إن شحنة دخلت ميناء عدن تحت مسمى قطع غيار لألعاب الأطفال وأجهزة كهربائية لكن الحقيقة أن شحنة كانت عبارة عن طائرات مسيرة تابعة لميليشة الحوثي ومساجلة باسم أحد تجار صنعاء ووفق المصادر فإن قوات المجلس الانتقالي المدعومة من السعودية والإمارات قامت بمصادرة شحنة الطائرات وأخذتها إلى جهة مجهولة وفي وقت سابق أقر القيادي في المجلس الانتقالي أحمد بن بريك بتهريب الطائرات المسيرة لميليشية الحوثي عبر مطار عدن الدولي نحن نكتشف أيضا يوميا عناصر موجودة في المنطقة الحرة يتم فيها تهريب عيني عيني طائرات مسيرة في حاويات كيف خرجت هذا؟ وفيه مفتشين وفيه مدرئيش كل واحد في السلام من أوفرتايم يعني وساعات وإخطروا بعض الحاجات لبعد الظهر وبعد المغرب إلا ولأنه نحن مفترقين أنا أمس قدمت أربع ملفات للنيابة لعناصر ساهلة في المناطق الحرة سياسيا أكد المتحدث باسم مزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن مصاليحها وشركائها في الشرق الأوسط وذلك تعليقا على تقارير عن هجوم إيراني محتمل على أهداف السعودية وكانت صحيثة والستريت جورنال قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران سعيا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات المحلية وقال المسؤولون أن هذه المعلومات وضعت القوات الأمريكية في السعودية وبعض الدول الأخرى بالمنطقة في حالة تأهب قصوى هل تنشب الحرب أم تبدأ المفاوضات؟ حيرة تلف مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية فبالتوازي مع النشاط الدبلوماسي الدائم لعودة المباحثات بين الرياض وطهران أتت الأخبار المحذرة من هجوم إيراني محتمل على مصالح أمريكية في السعودية ما دفع مجلس الأمن القومي الأمريكي للقول لن نترك مصالحنا وشركانا للخطر المعلومات الاستخباراتية المتبادلة بين الرياض وواشنطن تشير إلى تهديد قادم في الشرق الأوسط بحسب تقرير صحيفة وولو سيريد جورنال الذي نقل عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين رفع مستوى التاهب العسكري بين الرياض وواشنطن لا تفاصيل عن الهجوم المحتمل إلا أن الصحيفة الأمريكية ذكرت بحادثة إسقاط طائرة حربية أمريكية في العراق بصواريخ بالسية كما أنها استدعت تصريح قائد الحرس الثوري الذي خاطب الرياض في أكتوبر الماضي قائلا إن السعودية معرضة للخطر متهمنياها بتقديم دعم إعلامي للإحتجاجات القائمة ضد النظام الإيراني المخطط الإيراني في حال صحته قد يعني بالنسبة لمحللين احتمال تنفيذ ميليشيا الحوث للهجوم الإيراني خصوصا وأنها نفذت أكثر من مرة هجمات ضد أهداف استراتيجية في السعودية فضلا عن أن الميليشيا الحوثية تبنت اعتداءات طالت منشآت نفطية سعودية في 2019 رغم أن واشنطن اتهمت صراحة إيران بشن تلك الهجمات كانت السعودية قد رفعت في أكتوبر الماضي من مستوى التقارب مع الحوثيين المدعومين من إيران حيث شهدت صنعاء والرياض تبادلا للفود بينهما على المستوى الإنساني في ظل تصريحات حوثية عن تقارب قادم على المستوى السياسي إلا أن التاهب العسكرية الأمريكية السعودية ضد هجمات إيرانية محتملة قد يؤثر سلبا على المفاوضات السعودية الحوثية ويهدد بشكل مباشر جهود إحياء الهدنة الأممية في اليمن ستبقى الأياد على الزناد والعيون على المشاورات بانتظار من سيفوز في لعبة الصفقات واليمن في كل الحالتين ضحية أبدأ الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد استعداد بلاده لبذل الجهود والسعي للتوصل لحل سياسي سلمي للوضع في اليمن وجدد خلال مباحثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على هامش القمة العربية بالجزائر موقف بغداد الدعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه وسيادته مؤكدا استعداد بلاده لبذل الجهود بشأن حل أزمة اليمن سلميا من جانبه أشر العليمي إلى دور العراق المحوري على الصعيدين العربي والإقليمي معربا عن أماله في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العليا للبلدين وكانت بغداد قد نجحت خلال الفترة الماضية في عقد مباحثات بين إيران والسعودية حول الكثير من الملفات على رأسها حرب اليمن قبل أن يعود التوتر بين البلدين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ميدانيا شنت ميليشيا الحوثي هجمات مكثفة على مواقع للجيش والمقاومة في جبهات عدة بمحافظة تعز وسط أنباء عن استقدام تعزيزات عسكرية جديدة وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أن الميليشيا استهدفت بالطائرات المسيرة المفخقة مواقع الجيش والمقاومة في جبهة الشقب التابعة لمدرية صبر الموادم ومواقع أخرى في جبهتي الكدحة ومقبنة والجبهة الغربية وأشار إلى اندلاع مواجهات بين الجيش والميليشيا في الجبهة الشرقية والغربية والشمالية المحيطة بتاعز جرى خلالها استخدام مختلف الأسلحة وتأتي هذه المستجدات مع أنباء عن استمرار ميليشيا الحوثي بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الجبهة المحيطة بالمدينة استعدادا لشن هجمات جديدة على مواقع الجيش في تعز أيضا نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين بالشراكة مع قسم الإعلام بكلية الأداب لقاء موسعا للصحفيين في المدينة وقال عضو مجلس قيادة فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بتاعز عماد الثقاف قال إن هذا اللقاء يأتي احتفاءا باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مضيفا أن اللقاء تطرق لمحاور عدة من بينها الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين مشيرا إلى أن حملة سيطلقها الصحفيون اليوم لمناصرة زمنائهم المعتقلين وللمطالبة باحترام الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين اليوم يتم إحياء ذكرى الزملاء الصحفيين الذين تشهدوا بالحرب من قبل كماعة الحوثي تطرقنا اليوم سيطلق الشباب الصحفيين حملة مناصرة كبيرة جدا لمناصرة زملائهم المعتقلين ولمطالبة بمزيد من الحقوق والحريات وعدم تضييق الحقوق والحريات سواء لدى قماعة الحوثي أو هنا لدى السلطات المحلية طبعا هذه الفعالية بادرة طيبة تقوم بها نقابة صحفيين وقسم الإعلام في كلية العالم في قامعة تعز طبعا هذه الفعالية الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب تأتي باتزام مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب القائمة على الصحفيين طبعا نتمنى أن تستمر هذه الفعاليات وأن تقوم نقابة الصحفيين وتفعل دورها في حماية الصحفيين ومنع الانتهاكات ضدهم نشرت الكثير من المنظمات الدولية وآخر إحصائية نشرتها نقابة الصحفيين اليمنيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا هناك 51 قريمة قتل استهدفت الصحفيين يعني 51 صحفي قتلوا منذ العام 2015 وحتى الآن غالبية هذه القرائم التي استهدفت الصحفيين هذه القرائم القسيمة التي استهدفت الصحفيين ارتكبتها جماعة الحوثي بحسب تقارير المنظمات كثير من هذه الإحصائية مثلا من كثير من الضحايا ضحايا هذه الانتهاكات استهدفوا بشكل مباشر بشكل مباشر عن طريق القنص أو القضائف الصاروغية هناك انتهاكات أخرى مثلا أحكام الإعدام التي أزرتها جماعة الحوثي بحق أربعة صحفيين بلا محاكمة يعني غالبية القلسات إذن والي المزيد معنا من تعز مراسلنا على خالد علاء إذن تصاعد في وطيرة الوضع الميداني في محافظة تعز دعنا في آخر التفاصيل نعم سالم بالفعل تجربة المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي هنا في عدد من جبهات المحافظة في شرق وغرب وشمال المدينة المصادر العسكرية تؤكد أن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع الجيش الوطني بعدد من ضائرات المسيرة هناك في غرب المحافظة وتحددا في جبل هان والدفاع الجوي المسيرات المفاققة التي استهدفت عدد من مواقع الجيش الوطني هناك في الغرب وفي أيضا في جنوب المحافظة في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم تركزت هذه الصهيرة المسيرة أو تحلقت في سماء جبهات الجيش الوطني وأيضا كان هناك تبادل لإطلاق مدفعي من قبل قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات المحافظة ضحيا للجبهة الكدحة ومقبنة والجبهة الغربية كما تحدث تأتي هذه المواجهات بعد سلسلة هجمات كانت قد شمتها ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في تصعيد منها بعد انتهاء الهدنة الأممية التي اتمرت لأربعة أشهر وميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة وحتى اليوم أو بعد انتهاء الهدنة ما تزال مصاعدة بشكل كبير على امتداد جبهات المحافظة وتحليلا للجبهة الغربية التي تتحدث مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي في حركة نشطة وكبيرة خلال الفترة أو خلال أيام السابقة وحتى هذه اللحظات ميليشيا الحوثي تقوم بتدفع بتعزيزات كبيرة إلى محيط هذه الجبهة وتحاول بشكل أو بآخر سواء بهجوم أو عملية تسلل خلال الفترة السابقة للتقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني وتحقيق أي مكاسب على الأرض سواء بتقدم نحو مواقع الجيش وسطر على مواقع حاكمة والسراتيجية هناك في الجبهة الغربية في محاولة منها لإحكام الحصار وإغلاق الطريق الوحيد للمدينة وهو المنفذ الغربية في منفذ الطباب وتحاول الميليشيا تقدم نحو مواقع الجيش الوطني لأنها خلال الفترة السابقة وتؤكد المصادر العسكرية أن قوات الجيش تصد أي عملية هجوم وتسلل من قبل ميليشيا الحوثي وأيضا تكبدها خسار في الأرواح والعتاد خلال الفترة السابقة تؤكد المصادر العسكرية أن ميليشيا الحوثي عازمة بشكل كبير على التقدم نحو مواقع الجيش في الجهة الغربية وتحاول الوصول إلى جبل هان هذا الجبل الاستراتيجي والحاكم هناك في الجهة الغربية ويحكم بشكل كبير على مواقع سواء مواقع الجيش الوطن أو حتى ميليشيا الحوثي تكبب المقابلة لكون موقع مهم ومطل على الطريق الرئيسي والطريق المسلوحة والمنفذ الوحيد للمدينة نعم إذا ما انتقلنا إلى نقابة الصحفيين التي نظمت ندوة إعلامية خاصة بموضوع نظمت لقاء للصحفيين باليوم الدولي للإفلالات من العقاب لو تضعنا في أهم مخرجات هذا اللقاء على خالد هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا على خالد من محافظة تعز شكرا لزيل لك أكدت مصادر حقوقية أن إحدى المختطفات لا تزال تعاني حتى اللحظة من تبعات عمليات التعذيب التي تعرضت لها في سجون الحوثيين وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان أن المواطنة خالدة محمد الأصبحي البالغة من العمر سبعة وخمسين عاما تعرضت للاختطاف على يد ميليشيا الحوثي وهي في طريقها لاستلام مبلغ مالي أضافت أن الأصبحي ظلت مختطفة لمدة عامين ونصف تحت التعذيب الذي تعاني من أثاره حتى الآن طالبت الرابطة بمحاسبة الجنات من الخاطفين ومن ارتكب جريمة التعذيب ودعت أمهات المختطفين المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين وبقية الأطراف لإطلاق صراح المدنيين المختطفين في سياق متصل طالبت رابطة أمهات المختطفين بإطلاق صراح جميع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي ودعت في بيان لها بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بمحاسبة منتهيكي حرية الصحافة وطالب البيان بإطلاق صراح الصحفي أحمد ماهر المحتجز لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعومي من التحالف السعودي لإماراتي الضالبة الأمم المتحدة الضالبة الصليب الأحمد الضالبة المفوضين الضالبة العالم يرجوا عن جهالنا اليوم ثماني سهيد وجعوا هنا وجعوا جهال الله وجعهم في قلوبهم وجعهم في جهالهم إن شاء الله يرجوا عن جهالنا صحابين ما بنبهم صحبي صحبي أنا صلى صحبي أنا صحبي قلم مع قلم لا منبهم شيء تقوى الله بي ما تقوى الله بي جهالنا اليوم الضالبة ما نزلين نحرمون جهالنا خرج لنا أحكام تقوى الله بي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين استمرارا لحملة المناصر التي أطلقتها رابطة تمهات المستطفين بعنوان العدالة للمستطفين وتزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الثاني من نوفمبر نطالب بإطلاق سراع جميع الصحفيين المختطفين والمعتقلين وفي مقدمتهم ست صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي وهم توفيق المنصوري عبدالخالق عمران أكرم الوليدي حارث ثميد نبيل السداوي يونس عبد السلام والصحفي المخفي قصرا وحيد الصوفي يذكر أن أغلب هؤلاء تجاوزت مدة اختطافهم الست سنوات منهم أربع مهددون أعلنت لجنة التحقيق الوطنية توثيق 222 وقعة انتهاك خلال الشهر المنصر بينها 75 حالة استهداف لمدنيين في مختلف المحافظات وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها نفذت نزولا ميدانيا للتحقيق في وقاع قصف واستهداف المدنيين بمحافظة تعز إضافة لتوثيق انتهاكات في محافظة لحج والضالع والحديدة وبحسب البيان عقدت اللجنة لقاءات مع كل من رئيس جهاز الأمن السياسي ومديري الأمن والاستخبارات في تعز واستمعت لردودهم حول بعض الوقائع التي تحقق فيها كما عقدت لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني جرى خلالها تبادل المعلومات وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي موسيقى 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 من جهاتها نددت منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن بمقتل طفل ووالده وإصابة أربعة أطفال آخرين جراء سقوط قذائف حوثية على حي سكني في مدينة تعز وقالت المنظمة الدولية في بيان تجاهلت فيها الإشارة للحوثيين أن غياب آلية المساءلة ساعد على استمرار مثل هذه الحوادث على نحو مثير للقلق حثت المنظمة والمجتمع الدولية على معالجة تزايد الإفلات من العقاب وانعدام العدالة للضحايا من خلال إعادة إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة ومحايدة واعتبرت المنظمة الدولية أن الإفلات من العقاب هو أحد أسباب استمرار الصراح في السياق أعلن المرصد اليمني للألغام مقتلى ثلاثة مدنيين بينهم طفلين بانفجار ألغام ومقذوفات خلفتها حرب ميليشيا الحوثي في الحديدة مارب والجوف وقال المرصد إن طفلين قتلان نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة الحائط في الدريبي وفي محافظة مارب أفد المرصد بمقتل مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرف في منطقة المحجزة بمديرية صراح كما أصيب مدنيين إثنان من أسرة واحدة نتيجة انفجار لغم بالقرب من منزلهما في مديرية المتون بمحافظة الجوف بأي ذنب قتلت؟ تتكرر مشاهد القتل في صفوف الأطفال والمسؤول واحد لكن عيون الهيئات الدولية الحقوقية لا تشير إليه ميليشيا الحوثي القاتل الأكثر وحشية لأطفال اليمن إلى جانب التحالف السعودي الإماراتي لم تكف عن ارتكاب جرائمها رغم الهدنة غير المعلنة بقذائف المدفعية والقنص والألغام والعبوات الناسفة تواصل حصد أرواح الأطفال خاصة فخلال اليومين الماضيين قتل طفل ووالده وأصيب أربعة أطفال آخرين بقصف استهدف حيا سكانيا في تعز كما قتل طفلاني وأصيب آخرون بانفجار ألغام ومقذوفات خلفتها حرب الميليشيا في الحديدة ومأرب والجوف وقائع جديدة ارتكبها قاتل واحد في يومين فقط إلى جانب جرائم أخرى غير مرئية لم تصل إليها عدسات الإعلام أو الصحافة في هذه المدينة وغيرها يتعمد الحوثيون القتل بشكل شبه يومي على مدى أكثر من سبع سنوات وبهذه الوسائل يزرعون الموت في الطرقات ومساحات اللعب والمناطق الآمنة والضحايا في الغالب أطفال لا تقتصر فداحة الحرب على الأطفال كونهم الضحايا الأكثر بالقتل المباشر وإنما جردوا من أشكال الحماية فضلا عن تأثرهم بالتبعات المباشرة كتحويلهم إلى معاقين وجرحة والأسوأ أن المنظمات الدولية المعنية تتفرج على هذه الانتهاكات في ظل اتهامات لها بالتعامل مع الملفات الإنسانية بانتقائية وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مارب مراسلنا علي الجرادي مرحبا بك معنا علي إذن الوضع الميداني بداية وجديد الجبهات في المحافظة نعم نضال في جبهات المحافظة تحديدا الجبهة الجنوبية هناك حالة من الهدوء مع تحليق الطيران المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي إضافة إلى بعض الرشقات النارية بين الجانبين بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي لكن في إطار الهدوء الذي تشهده الجبهة في الجبهة الغربية وأيضا الشمالية تشهد الجبهات تحركات من الميليشيا الحوثي وفقا للمعلومات الأسكرية بأن تعريضات أسكرية تصل إلى جبهات القتال أو إلى الصفوف المتقدمة من جبهة ناس وأيضا باتجاه رغوان وأيضا في نطاق المنطقة السادسة تحديدا في حريشيان والجذافر ممتدة إلى شرق محافظة الجوف هناك تحركات من الميليشيا وأيضا بالمقابل الجيش الوطني تمكن كل هذا الأسبوع من إسقاط طائرتين وسيارتين تابعتها لميليشيا الحوثي وتقول المعلومات بأن الميليشيا تدفع بآليات عسكرية إلى جبهات القتال شمال وغرب محافظة نارب وأيضا شرق محافظة الجوف نعم فيما يتعلق علي بالألغام وضحاياها خلال الفترة الماضية هل شهدت ارتفاع كمع الإحصائية الأخيرة في المحافظة ومع انتهاء الهدنة هل زادت الأرقام أم الذي حدث في الحقيقة الألغام لا يكاد يمر سبوع تقريبا دون أن تكون هناك ضحية نتيجة انفجار ألغام الميليشيا التي زرعتها في المناطق المفتوحة وأيضا في المناطق الزراعية هنا في مأرب يوم أمس كان هناك مقتل مدني تحديدا في مديرية سرواح وإصابة آخر وأيضا نفس الحالة في مديرية جبل مراد هناك إصابة وأيضا مقتل شخص نتيجة انفجار لغم تابع الميليشيا الحوثي أو زرعته الميليشيا خلال الفترة الماضية ذات السياق أيضا في محافظة الجوف هناك حالات متكررة من المدنيين يسقطون بحايا لألغام ميليشيا الحوثي المزروعة في المناطق الزراعية وأيضا في المناطق الصحراوية المفتوحة هناك وفق الأرقام التي رصدتها الفرقة الميدانية خلال فقط شهر تقريبا ثمان حالات وفاة من المدنيين نتيجة الألغام في محافظة الجوف ومأرب هذا طبعا بالتزامن مع نزع عقليات ألغام كبيرة نفذتها البرامج الوطنية والبرامج أيضا السعودية البرنامج مسام والذي نزع أكثر من ثلاثمائة وستين لغم من اليمن تحديدا في كل المحافظات ومنها محافظة نأرب والجوف ومع هذا لا تزال هناك مناطق كثيرة مريئة بالألغام وتحتاج إلى فرق هندسية لنزع هذه الألغام والذي يطالبه الناس هنا تحديدا في مناطق القريبة من مناطق الحوثي هو الضغط على ميليشيا الحوثي من قبل الممتحدة لتسليم خرائط الألغام للحيول لدنوقو خسائر بشرية مدنية وضحايا جدود ربما يتكرر مثل هذه الجرائم خاصة وأن البريشيا تعمد وبشكل عشوائي على إجراعة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والطرقات العامة بالألغام أشكرك جزيل الشكر علي الجرادي مرسلنا من مارب طالبت أكثر من ثلاثين منظمة محلية بترسيخ أسس المسائل القانونية والإفراج عن الصحفين المختطفين جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان تمكين الصحفين من ممارسة أعمالهم بكل حرية أشار إلى أن استمرار إفلات المجرمين من العقاب أفضى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه الصحفة والصحفيين وصعد من حدة الممارسات غير القانونية ضدهم ودعا البيان المنظمات الدولية إلى مواصلة الجهود للمسائلة في خلق واقع حر للصحافة والصحفين في اليمن وأسقاط أحكام الاعدام بحق أربعة مختطفين في سجون ميليشيا الحثي قالت وكالة الأنباء الحكومية أن السلطات الأمن في محافظة شبوى ضبطت خلية إرهابية حثية كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية في المحافظة وأكد مصدر أمني أن الخلية المضبوطة كانت تخطط لاستهداف عدد من قيادات السلطة المحلية إضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة ذكر المصدر أن تلك الخلية قامت خلال أكتوبر المنصر بتفجير عبوتين ناسفتين استهدفت الأولى دورية لقوات العمال قام أسفر عن إصابة جندي وباعة متجولين فيما استهدفت الأخرى دورية تابعة لكتيبة الشهيد قطن كان على متنها مدير أمن سابق بالمحافظة وأسفرت عن استشهاد نجله وإصابة ثلاثة آخرين كما تحدث المصدر عن اكتشاف وتفكيك عبوات ناسفة أخرى في أبيان أعلنت اللجنة الأمنية في مدرية المحفد فرض حالة الطوارئ وحضرة جوال ليلا لملاحقة العناصر المشتبه انتماؤها للتنظيم القاعدة وبحسب بيان اللجنة فقد منعت حركة الدراجات النارية في الشوارع الرئيسية فيما تأتي هذه التدابير بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المديرية وأكد البيان أن حالة الطوارئ وحضرة جوال ستمكن القوات الأمنية من تتبع التحركات المشبوهة لعناصر أرهابية خصوصا بعد أن لجأت إلى زراعة الكثير من العبوات النسفة والطرقات الرئيسية والفرعية مستهدفة جنودا وضباطا من قوات الجيش والحزام الأمني المدعوم من التحالف السعودي للإماراتي التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمدينة المكلة وفد فريق الشؤون المدنية التابعة للولايات المتحدة وذلك بعد نحو أسبوعين على هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي وبحث الجانبان خلال اللقام ولابسات الهجوم الحوثي وجهود مكافحة الإرهاب وتأمين حركة الملاحة البحرية والتنسيق المتبادل لدعم الأمن والاستقرار في حضرموت وقال المحافظ إن الهجمات الحوثية على ميناء الضبة تستهدف الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني وشل حركة الملاحة في البحر العربي والبحر الأحمر والملاحة الدولية متطلعا إلى تعزيز الأمن بالمخفضة وتعد هذه ثالث زيارة لوفد عسكري أمريكي إلى محافظة حضرموت خلال الأشهر الأخيرة تواصل قيادات وعناصر من ميليشيا الحوثي عرقلت العملية التعليمية في المعهد التقني والصناعي بمديرية بعدان شرقية محافظة أل وقالت مصادر مطلعة إن مدير أمن مديرية بعدان ومعه العديد من عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي حولوا مبنى المعهد التقني إلى سكن خاص بهم وبأفراد أسرهم رافضين إخلاءه أضافت المصادر أن إدارة المعهد حاولت استئناف الدراسة فيه لكنه أغلق عقب تعرض أجزاء منه لقصف طيران التحالف غير أن قيادات حوثية رافضت الخروج منه تسببت الحرب وتدعياتها في تزايد أسواق الحطب وارتفاع أسعاره في الوقت الذي تشهد فيه محافظات البلاد كافة أزمة وقود خانقة من وقت الياخر وأصبح للحطب أسواق داخل صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وملاك الأفران أفران الخبز والمطاعم وباتت تجارة الحطب تستوعب مئات العمال على غير العادة كما أصبحت أغلب المطاعم والمخابس تستخدم الحطب نتيجة أيدام الديزل وتوفره في السوق السوداء بأسعار مرتفعة يبايع هذا الرجل مالك السوق لشراء الحطب بسعر المناسب فأزمة الغاز المنزلي أجبرته إلى جانب الكثيرين على التوجه إلى هنا في سوق المطار للحطب بصنعاء يتوافد المواطنون لشراء بعضها لاستخدامها في طهي الطعام كبديل عن الغاز المنزلي الذي بات الحصول عليه في غاية الصعوبة تتراكم أكوام ضخمة من حطب الأشجار المقتلعة والمعروضة للبيع بعد أن يجلبها الموردون من محافظات الحديدة وعمران والجوف وتباع على هيئة حزم يتراوح سعر الواحدة منها من 400 إلى 600 ريال أزمة الغاز المتكررة في البلاد منذ بدء الحرب دفعت أيضا بعض المشاريع الخدمية الصغيرة كالمخابز والمطاعم إلى التحول لاستهلاك الحطب كوقود لتعويض نقص كميات الغاز المحددة شهريا سدت هذه الأسواق بعضا من فجوة حاجة السكان إلى الوقود لكنها في الوقت نفسه أعادت ظاهرة التحطيب الجائر التي تهدد بالقضاء على ما تبقى من الغطاء النباتي في البلاد أزمة بعد أخرى ووحده المواطن من يدفع الثمن ويبحث عن بدائل تغطي حاجته اليومية للعيش لكن هذه المرة قد يكون البديل سببا في ظهور مشكلة أخرى وهي التصحر ما لم تكن هناك رقابة على التحطيب الجائر أصلنا إلى ختام هذه النشر هذا التذكير بأبرز عنوينها ضبط شحن طائرات مسيرة تابعة للمليشة الحوثي في ميناء عدن والانتقال يقر بوجود تهريده في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب أمهات المختطفين تطالب بالإفراج عن الصحفيين منظمة دولية تندد بسقوط ضحايا أطفال بقص حوثي في تعز وتدعو لإنشاء آلية مسالة سلطات الأمن في شبوة تعلن ضبط خلية إرهابية حوثية كانت تعد لعمليات إجرامية قال المزيد من الأخبار زروا موقعنا على الانترنت تركيزو تيبيا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء يامر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر